السلام عليكم موضوع اليوم هو خوارزمية فرز الكوكتيل كوكتيل سورت القرثم خوارزمية فرز الكوكتيل هي أحد أشكال خوارزمية فرز الفقاعات بابل سورت في خوارزمية فرز الفقاعات نمسع عناصر مصفوفة من الملسار إلى اليمين لإيجاد أكبر عنصر ووضعه في مكان مناسب في آخر خليه من المصفوفة وبالتالي فإنه لا داعي لإشراك هذا العنصر في المقارنات التالية بعد ذلك نعود من جديد إلى بداية المصفوفة نقارن عناصر مع التبديل إذا لازم حتى نحصل على العنصر الأكبر التالي سكند لارجست الذي لا يشارك مع الفرز لارجست في المقارنات التالية وهكذا أي أننا نمسح المصفوفة باتجاه واحد من اللسار إلى اليمين وفي كل مرة نجد العنصر الأكبر في المصفوفة المتبقية في خوارزمية فرز الكوكتيل نمسع عناصر المصفوفة في الاتجاهين من اللسار إلى اليمين لإيجاد أكبر عنصر في المصفوفة ومن ثم في الاتجاه الآخر من اليمين إلى الليسار لإيجاد أصغر عنصر في المصفوفة العناصر الأكبر والأصغر لن تشارك في عمليات المقارنة التالية إذا نحتوي كل تكرار في خوارزمية فرز الكوكتيل من مرحلتين في المرحلة الأولى نمسح المصفوفة من اليسار إلى اليمين وفي المرحلة الثانية نمسح المصفوفة من اليمين إلى اليسار أي أننا في كل تكرار نجد العناصرين الأكبر التالي والأصغر التالي ولا داية عند المصفة الاتجاه الآخر لإشراك العنصر الأكبر أو الأصغر الذي قمنا بإيجاده إذن في خوارزمية فرز الكوكتيل في التكرار الأول نمسح العناصر من اليسار إلى اليمين نقارن كل عنصرين متجاورين ونجري التبديل إذا لازم في نهاية هذه المرحلة نكون قد أوجدنا في آخر عنصر المصفوفة الآن هذا العنصر في مكانه الصحيح في المصفوفة المرتبة نبدأ الآن بمسح العناصر لإيجاد أسأر عنصر في أول خليم المصفوفة وبهذا يكون التكرار الأول قد انتهى بالتكرار التالي نبدأ من جديد بمسح العناصر لإيجاد أكبر عنصر في المصفوفة المتبقية وليكمال هذا التكرار نقوم بإجراء المسح من اليمين إلى الإسار وهكذا هذا الرسم يوضح عناصر المصفوفة التي تشارك في كل تكرار في التكرار الأول نبدأ من الإسار إلى اليمين ونكون هنا قد أوجدنا فيرس لارجست وفي المرحلة الثانية من هذا التكرار نمسح العناصر من اليمين إلى الإسار واستثنينا هذا العنصر لإيجاد نبدأ التكرار التالي لإيجاد هنا وفي المرحلة الثانية من هذا التكرار نوجد في هذا الموقع في المرحلة الأولى من التكرار الثالث نمسح العناصر من الإسار إلى اليمين لإيجاد وفي المرحلة الثانية من هذا التكرار نكون قد أوجدنا ثيرد ست مولست في هذا الموقع وهكذا أي أن كل تكرار إتريشن يستثني عنصرين جديدين في المصفوفة المتبقية نستمر في هذه العملية في الاتجاهين حتى نحصل على المصفوفة المرتبة بعض الملاحظات التي تساعد في كتابة البرنامج يمكن في البداية تخصيص ستارت ليشير إلى موقع العنصر الأول وإنت ليشير إلى موقع العنصر الأخير في بايتون ستارت تبدأ من صفر وإنت تساوي إن ناقص واحد حيث إن هي طول المصفوفة في التكرار الأول نمسح عناصر المصفوفة من الإسار الأمين ليتم إيجاد وحيث أن هذا العنصر لا يجب أن نشارك في المقارنة التالية فإنه يمكن مع نهاية المسح تنقيس قيمة الإندكس الذي يشير إلى نهاية المصفوفة وعند إجراء المسح من اليمين إلى الإسار وهذه المرحلة الثانية من التكرار الأول نكون قد أوجدنا هنا وحيث أن هذا العنصر يجب أن نشارك في المقارنة التالية فإنه يمكن الآن زيادة الإندكس ستارت بمقدار واحد وهكذا يمكن تحسين هذه القوارزمية بالخروج المبكر من البرنامج إذا لم تتم أي عمل التبديل في أي مرحلة في هذه الحالة عناصر المصفوفة ستكون مرتبة ولا داعي لإكمال البرنامج للقيام بذلك يمكن الإعلان على المتغير منطقي Not Sorted بقيمة ابتدائية True قبل البدء في أي مرحلة نعكس حالة المتغير Not Sorted إلى False إذا قمنا خلال عملية المسح بأي عملية تبديل نعكس حالة المتغير Not Sorted إلى True وهذا يعني أن المصفوفة لا تزال غير مرتبة في نهاية أي مرحلة نفحص قيمة المتغير Not Sorted فإذا كانت False فإننا نخرج من البرنامج If Not Sorted Equals False Break وبالفعل حيث أننا بدأنا ب Not Sorted False فإذا بقيت كذلك ولم تتغير إلى True فإن هذا يعني أن هذه المصفوفة مرتبة ولا أداعي لإكمال عملية الفرز ويمكن في هذه الحالة الخروج المبكر من البرنامج وبنفس المنطق قبل البدء نمسح حناص المصفوفة من اليمين إلى اللي صار نعلن عن Not Sorted False وفي حالة إجراء أي تبديل نغير Not Sorted إلى True وفي نهاية المرحلة نتحقق من قيمة Not Sorted فإذا كانت False أيضا نخرج من البرنامج هذا هو برنامج الذي يقوم بتركيب حناص المصفوفة حسب طريقة الكوكتيل هنا لدينا المصفوفة نسترعي الفنكشن كوكتيل سورت الآن في الدالة نوجد طول المصفوفة نعلن عن Not Sorted True Start Index 0 الEnd مينوس 1 وهل Not Sorted True الآن نبدأ المسح نعلن عن Not Sorted False 4i and Range Start End نقارن A sub i A sub i plus 1 ونجر التبديل إذا لازم في أي حال يتم فيها التبديل نعكس حالة Not Sorted إلى True بعد الانتهاء من هذا التكرار نبحث قيمة Not Sorted فإذا كانت تساوي False نخرج من البرنامج وهذا يعني أن هذه الجملة لم تنفذ خداء العملية المسح إذا لم تكن Not Sorted False نبدأ بعملية المسح من اليمين إلى الإسار من جديد نعلن عن Not Sorted False ننقص End 1 لاستثناء العصر الأكبر التالي الآن نبدأ عملية المسح من اليمين إلى الإسار في أي مرحلة يتم فيها تبديل نعكس حالة Not Sorted إلى True وبعد الخروج من الروب نزيد قيمة الاندكس Start بواحد الآن من جديد نرجع إلى الجملة الwide فإذا كانت Not Sorted تساوي True نقبل عملية المسح من جديد وإذا كانت False نخرج من البرنامج ونعود إلى الجملة التي تستدعت QuickSort Function كما واضح لدينا فإن الComplexity Big O في أسوأ حالة هي N تربية وفي أحسن حالة فإن الComplexity هي N ونحصل على هذه الحالة إذا كانت مصفوفة مرتبة هذه الخوارزمية كما هي خوارزمية فرز الفقاعات in place حيث أنها لا تحتاج إلى مساحات أو مصفوفات إضافية وبالرغم من أن هذه الخوارزمية أفضل من خوارزمية فرز الفقاعات إلا أنها ليست من أفضل خوارزمية الفرز حيث سنتعرف على خوارزمية فرز بأداء أفضل مثل الكويك أو الميرتسورت شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر